تظاهر عدد من سكان الأحياء الشرقية في مدينة حلب بسوريا مطالبين بفك حصار القوات النظامية عنها ورفض المتظاهرون الخروج من المعابر التي أعلنت عنها موسكو مطالبين بوحدة فصائل المعارضة لفك الحصار عن المدينة من جهتها اتهمت دمشق المعارضة بمنع سكان حلب من الخروج منها مع استمرار المعارك في حلب تستمر معاناة سكانها الأحياء الشرقية للمدينة شهدت اليوم خروج عشرات العائلات في حين سلم عدد من المسلحين أنفسهم وأسلحتهم للجيش السوري حسب ما أفادت وكالة سانة الرسمية السورية للأنباء وأضافت أن تلك العائلات وصلت إلى حي صلاح الدين حيث قام عناصر الجيش باستقبالهم ونقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة الوكالة أكدت أيضا أن المسلحين يمنعون عشرات العائلات من الخروج من المدينة في غضون ذلك استهدفت قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف الدولي مناطق في طريق الجزيرة بمدينة منبج وسط معلومات عن خسائر بشرية جراء القصف وفقا للمصد السوري لحقوق الإنسان المعارض واتهم المرصد طائرات التحالف الدولي بقتل ثمانية وعشرين مدنيا على الأقل في غارات جوية ببلدة الغندور بريف منبج الشمالي الغربي قائلا أن تلك الطائرات استهدفت مناطق في البلدة التي تبعد أكثر من ثلاثة وعشرين كيلومترا عن مدينة منبج بعض المناطق في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي كانت هي الأخرى مسرحا للعمليات العسكرية إذ استهدفها قصف الطيران الحربي السوري ما أدى إلى وقوع قتلى وجرح بين المدنيين وفقا للمرصد الذي أشار أيضا إلى مقتل مسلحين خلال اشتباكاتهم مع القوات النظامية في محيط مخيم حندرات بريف حلب الشمالي وأضاف أن الطيران الحربي استهدف أيضا مناطق في أحياء الصاخور وطريق الباب وكرم حمد والفردوس والمواصلات القديمة والشعار في مدينة حلب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة ترجمة نانسي قنقر